مرحباً مرحباً أحمد بلحاف مشؤول التواصل الخارجي بعد صامق بنا محافظة المهرة ما هي أطماع السعودية في المهرة؟ السعودية أطماع في محافظة المهرة وهي أطماع قديمة ومنها ترقب بأن تكون لها أطلال على البحر العربي فمنذ نوفمبر 2017 قدمت قواتها واحتلت هذه المحافظة وأحكمت السيطرة عليها من خلال دناء ما يقارب ثلاثة ثلاثة معسكر إضافة إلى قاعدة عسكرية كبيرة في مطار الغيظة وأيضاً للسعودية أطماع اقتصادية من خلال ما تروج له أنها تلقب بمد أنبوب نفطي إلى البحر العربي وأيضاً ترغب بأن تكون محافظة المهرة الساحة لانضباط عمليات العسكرية وإشراف على المنورات الدولية الهمة ما هي الخيارات المتاحة لأبناء المهرة لإخراج المحتلاء السعودي؟ منذ أن قدمت قوات قوات الإحتلال السعودي وأبناء محافظة المهرة يدافعون عن أرضهم كونها قوات قازية إلى محافظتهم هناك لجنة تنظيمية للأعتصام السلمي وهي تقوم بإنشاط فعاليات سلمية وإضافة لهذا نشاط القبائل التي أعلن عنها الشيخ علي سالم الحريزي بمعية مجموعة من قبائل محافظة المهرة في أقسطس 2019 وهو أعلان الهبة الشعبية ضد الميليشيات وموات الاحتلال السعودي وهي تدافع عن أرضها وعن كرامتها وعن سيادتها وهذا يأتي في إطار الشرعية تدفع عن الأرض وشرعية تدفع عن النفس وأبناء محافظة المهرة تضل جميع الخيارات مفتوحة أمامهم من قاومة هذا الاحتلال وطربين من محافظة المهرة كيف تفسر تصريحات ناتق الأدوان المالكي عن إحباط عملية إرهابية أمام ميناء نشطون؟ وما الهدف منها؟ مثل هذه التصريحات تأتي في استقلال من جانب القوات السعودية أو قيادة التحالف العربي أو التحالف الإماراتي السعودي هو استقلال هذه العمليات وألساب طهم الأرهاب في محافظة المهرة الهدف منها هو خلق مبرارات لبقاء قوات الاحتلال في محافظة المهرة لو نظرنا إلى مثل هذه العمليات ربما أحيانا قد تكون صحيحة لكن ما الأسباب؟ هو محاربة مؤسسات الدولة الشرعية محاربة المجتمع ووجود فراق في الجانب الأمني والعسكري بسبب تواجد هذه القوات ومحاربتها وأنشاء ميليشيات خارج إطار مؤسسات الدولة وهذا بطبيعة الحال ينتج عنه وجود عصابات وجود جماعات رهابية جماعات متطرفة وهذه نتائجه ونحن نستنكر أي عمليات رهابية في محافظة المهرة ونحمل قوات الاحتلال السعودي الوصول في محافظة المهرة إلى هذا المنحة وهذا الجانب هل هناك دعم إنساني سعودي لأبناء المهرة أم مجرد شعارة رفع نظام السعودي لتبريد احتلاله؟ فيما يخص الجانب الإنساني السعودي لم تدعم هنا شيء يذكر أو شيء يشار إليه إنما هناك برنامج ما يسمى برنامج عمار اليمن ونحن نعرف أن محافظة المهرة لم تتعرض إلى أي دمار ولكن هو شماعة فقط لخلق قطاء إنساني لأجندتهم وأطماعهم وتحركهم العسكري فالسعودية أعلاميا تروج أنها تقوم بدعم الجانب الإنساني في محافظة المهرة لكننا لم نرى أي شيء يذكر أو يستدعي ذلك في الأعلام ونشري وإنما نراه قطاء لتحركها العسكري وأطماعها في محافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر